السلام عليكم اهلا بكم في قناة هاشتاج لو انت نفسك في شقة معينة ونفسك تشتريها لكن للأسف مش معك تمانها كاش ونفسك تقصت تم ان الشقة دي على مدة كبيرة علشان خطر اسطق الشهر يكون صغير تابع معي لآخر الفيديو هنرافك ازاي تشتري الشقة اللي نفسك فيها وتقصتها كمان لمدة تصل لعشرين سنة لو في شقة معينة نفسك تشتريها بس للأسف صاحب الشقة عايز بيعية الشقة دي كاش وعندوش امكانية انه هي قصت لك انت في الحالة دي هتعمل ايه في الحالة دي انت ممكن تقدر تشتري الشقة دي بنزام التميير العقاري هنتعرف مع بعض ايه هو نزام التميير العقاري فكرة التميير العقاري بكل بساطة ان حضرتك طبعا بتروح لبنك معين وبتطلب منه ان انت عايز تشتري شقة معينة والشقة دي عايز تبدأ تقصتها مع البنك لمدة مثلا تصل لعشرين سنة البنك بيشوف الشقة اللي حاضرتك انت عايز تشتريها ويبدأ يعينها وبشوفها طبعا هل تنطبق عليها شروط التميير العقاري وبعد كده بيبدأ يتفق مع صاحب الشقة ويتفعلوا تمن الشقة كاش ويبدأ يقصت معاك انت لمدة تصل لعشرين سنة بس كده بس كده بس خلي بالك في شروط معينة لابد من تكون موجودة في الشخص اللي هيشتري الشقة وفي الشقة نفسها اللي هي طبعا هتتمول بتمويل العقاري هنشوف مع بعض الشروط اللي بد من توفرة في الشخص اللي هيشتري الشقة والشروط اللي لازم تكون موجودة في الشقة اللي البنك هيماولها تمويل العقاري وفي نهاية الفيديو هعرفك على اسماء البنوك اللي بتتابع نظام التميير العقاري هنبدأ مع بعض بالشروط المتعلقة بالمشترية وهنقرى الشروط من على موقع بنك التعمير والاسكان وده من البنوك اللي بيوفر التميير العقاري يلا بينا نروح على موقع بنك التعمير والاسكان. زي ما انتم شايفين كده ده موقع بنك التعمير والاسكان. هندخل على الحاجة اسمها خدمات الافراد. بعد كده هندخل على التمويل العقاري. دي الشروط العامة الصدرة من البنك المركز المصري. هنشوف طبعا المستندات المطلوبة. اول حاجة بيقول لك الموظفين. اول حاجة تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل. او شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل. يعني مفردات مرتب معتمدة من جهة العمل. بعد كده بيطارة الرقم القومي للزوج والزوجة. الحاجة التالتة اسمت الزواج. الحاجة الرابعة اقد ايجار او اقد التمليك لمحل الاقامة. وايصال مرافق حديث لمحل الاقامة. بعد كده كشف حساب لمدة ستة اشهر على الاقل. لهم البنك بتاعك. حضرتك لو موظف طبعا بطرح البنك بتاعك وبتعمل كشف حساب لايخة ستة شهور. الحاجة التانية. لو انت طبعا معك نشاط تجاري. بفتح محل او معك اي نشاط تاني. اول حاجة بتجيبها طبعا شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي او الشهري. تانية حاجة مستخرج حديث من السجل التجاري. الحاجة الرقم ثلاثة البطاقة الضربية. وبعد كده عقد ايجار او تمليك لمقر النشاط. الحاجة الخمسة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة. الحاجة الرقم ستة اسمت الزواج. رقم سبعة عقد ايجار او تمليك محل الاقامة وايصال مرافق حديث لمحل الاقامة. وطبعا لازم اه النشاط بتاعك يبقى على الاقل شغال لي سنة. زي ما بقولك هنا بشرط مرور سنة على القيد بالسجل التجاري. المستندات المطلوبة من المهن الغير التجارية. اصحاب المهن الغير تجارية. اي حد تاني. مش معها محل او معها نشاط تجاري ومش موظف. ايه اللي هيجيبه? بيجيب اول حاجة شهادة محتمدة من مصلحة الضرائب بصفة الدخل السنوي لمدة تلات سنين. الحاجة التانية يعني ممكن يجيب شهادة محتمدة من من المصلحة الضرائب او يجيب شهادة ملحاصب قانوني. يعني ما يجيب شهادة ملحاصب قانوني بالدخل السنوي او الشهري او شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب بالدخل السنوي لمدة تلات سنين. يعني هيجيب دي biggest هذه الحاجة التالتة بطاقة ضربية. الحاجة الرابعة قعد ايجار او تمليك. الحاجة رقم خمسة اها بتاعطى الرقم القوامي دي الزوج والزوجة الحاجة رقم ستة صورة أسمة الزواج الحاجة رقم سبعة قعد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمقر الإقامة ده بالنسبة لأوراق المطلوبة للشخص اللي هو يشتري الشقة في حاجة تانية كمان الدخل الشهري بتاعك بالنسبة للشخص الأعزب زي ما انت شايفين كده ما يزيدش عن ربعين ألف جنيه في الشهر وبالنسبة للأسرة ما يزيدش عن خمسين ألف جنيه في الشهر برضو يعني الأسرة الزوج الزوجة اللي اتنين مع بعض ما يزيدوش عن خمسين ألف جنيه في الشهر الواحد ده بالنسبة للشروط اللي لازم توفرها في الشخص اللي يشتري الشقة الشروط اللي لازم توفرها في الشقة اللي أنا عايز أشتريها علشان خطر البنك يبدأ يمولك وياخد الشقة دي يمولها تمويل عقاري لازم في شروط معينة لازم يكون موجودة في الشقة دي عشان البنك يوافق عليها ان هو يمولها تمويل عقاري اول حاجة طبعا الشقة طبعا المساحة بتاعتها مزيدش عن مية وخمسين متر ويكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الحاجة رقم اتنين ان الحد الاقصى للسعر الوحدة اللي البنك هيمولها لك مزيدش عن اتنين مليون ميتين وخمسين الف جنيه الحاجة رقم تلاتة طبعا بتدفع انت عشرين في المية من تمن الشقة والباقي البنك بيمولك تمنين في المية الحاجة رقم اربعة دي مهمة جدا لازم الشقة اللي انت هتشتريها تكون موجودة في عقار لرخصة بونة يعني ما ينفعش تروح لبنك تقول له بمول لي الشقة دي تمويل عقاري والعقار اصلا مخالف او ملهوش رخصة بونة لازم يكون المبنى نفسه لرخصة بونة دي حاجة مهمة جدا في حاجة اخيرة بالنسبة للفايدة حضرت طبعا لو هتاخد الشقة دي وتمولها لمدة عشرين سنة الفايدة طبعا سعر عائد متناقص عشر في المية بيموعي وعادل ستة وتسعة وستين من مية في المية ده الفايدة بتاحتك العشقة سنويا طبعا لمدة عشرين سنة طيب لو انت حياتك عايز تقصت على عشر سنين مش عايز عشرين سنة سعر العائد لمدة عشر سنوات بيبقى سبعتاشر في المية وربع بيموعات العائد سابت احداشر وثلاثة وعشرين من مية في المية سنويا وفيه طبعا مصاريف اتعاب دراسة اللي هو واحد في النص في المية من قيمة التمويل بحضة اقصى خمسة وعشرين الف جنيه البنك طبعا بيخدها منك ده بالنسبة للشروط اللي لازم توفرها في الشخص اللي هيشتري وفي الشقة اللي هتتمول تمويل العقاري نجي نبص على حاجة اخيرة ونشوف اسماء البنوك اللي هي دخلة في مبادرة التمويل العقاري ندخل على موقع صندوق التمويل العقاري زي ما انتم شايفين كده دخلنا على التمويل العقاري هندخل على جهات التمويل العقاري دي اسماء البنوك اللي دخلها في مبادرة التمويل العقاري اول حاجة البنك الاهلي البنك الاهلي البنك العربي الافريقي البنك العقاري المصري البنك المصر الخليجي الشركة المصرية للتمويل العقاري بنك الاتحاد الوطني بنك التعمير والاسكان بنك الاستثمار العربي بنك التنمية الصناعية بنك الشركة المصرفية العربية بنك القاهرة بنك القطري بنك الكويت الوطني بنك المصرف المتحد بنك بلوم بنك فيصل بنك مصر بنك ناصر شركة الاهل المتحد شركة الاهل للتمويل العقاري شركة املاك للتمويل العقاري شركة تمويل للتمويل العقاري شركة كوننكت للتمويل العقاري شركة التعمير للتمويل العقاري شركة العربي الافريقي الدولي للتمويل العقاري. دي البنوك اللي هي داخلها في مبادرة التمويل العقاري. وطبعا اهم البنوك اللي احنا عارفينها اللي هو بنك الاهلي بنك مصر بنك القاهرة بنك ناصر واولهم طبعا بنك التعمير والاسكان. يعني انصحك لو عايز تشتري شقة طبعا تمويل العقاري بتروح بنك التعمير والاسكان على طول مباشرة ان هو عنده طبعا تأسيلات كتيرة جدا. آآ يا رب يكون الفيديو عجبكم وكون طبعا وضحت الصورة كاملة. لو فيه صفصار معين حضرتك عايز تسأله ممكن تسهولي في تعليق اسفل الفيديو وانا هرد عليك ان شاء الله. وفي النهاية لو حضرتك بتتفرج علي اول مرة ياريت تشتريك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشاركه لان ده بيمثل دعمك باللينا وبشجن على السمراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.